بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنوى سهلا في محاضرة جديدة من محاضرات الداتا ماينينج ان شاء الله اليوم في هذه المحاضرة رح نكمل الجزء الثاني من المحاضرة اللي طرحناها في الاسبوع السابق واللي حملت عنوان getting to know your data رح نكمل بها بعض المفاهيم اللي تساعدنا على فهم البيانات اللي نجمعها لعملية او لضمان نجاح عملية البيانات بالتأكيد احنا نحتاج انه ناخذ نظرة عميقة وشاملة على البيانات اللي نجمعها هناك اكثر من وسيلة لفهم البيانات وفهم طبيعتها ولكن البيسيك يعني الطريقة البسيطة اللي رح نطرق لها ان شاء الله وهي طريق الستاتيستيك رح نستخدمها للتعرف على خصائص او البيانات اللي جمعناها ونميز البيانات اللي الميزة البيانات اللي تكون اكثر اه مفائدة انه او نستفاد منها في شكل اكبر في عملية التنقيب واللي ممكن نختارهم وايضاً الميزة البيانات اللي تكون غير مهمة وتكون نويز واللي تكون خارج نطاق التاسك اللي احنا دن نبحث عنها يعني البيانات مهمة بس لنتهمنا في عملية التنقيب لا تعني اه شيء للتاسك اللي دن نشتغل عليها ان شاء الله ينمح ناخد ثلاث مقاييس المقياس الاول مجر اوف سنتر تندنسي اه رح نحاول اه نطرح اه البيسيك استاتريجي اه الطرق البسيطة لقياس اه الميل البيانات اين تتركز البيانات المهمة اه وين تكون اكثر البيانات اه اه وين تتوزع البيانات بسرعة رئيسية غالباً تكون في المركز في السنتر لذا رح نطرح بعض المقاييز اللي اه تساعدنا على استخلاص البيانات الموجودة في المركز ايضاً رح نطرق لمقاييز اه اللي تستخدم لقياس مدى انتشار البيانات بالنسبة للمركز يعني هل البيانات قريبة من المركز ام غابعيدة هكذا امر في الفقرة الاخيرة رح نطرق او رح نشوف مجر داتا سيميلارتي اند السيميلارتي رح نقيس او نحسب مقدار التشارف والاختراف ما بين البيانات اللي جمعناه ثلاث مفاهيم او ثلاث طرق رح رح نستخدمها اليوم وهو المين والميدين والمود اين اغلى البيانات من المتوقع سوف تكون الطريقة البسيطة وهي طريقة المين اي نحسب المين او المعدل والاسلوب التقليدي انه ناخد سميشن البيانات ونقسمها على العدد وهذا اكثر طريقة شائعة لبساطتهم ان نحن نقدر نستخدمها مع البيانات اللي تكون سلسة وواضحة الطريقة او هذا مثال انه عندي سلاري لموظف ما نلاحظ انه عندي هنا اثمعش سلاري لانه السنة اثمعش شهر بالتأكيد فناخد السميشن ونقسمه على اثناعش فيطلع لي معدل السلاري لذلك الامبلويي بالتالي ممكن نعتبر انه اه البيانات تركز اه في حفظ هذه القيمة او انه مركز البيانات اه يعني البيانات ممكن استخلصها في هاي الطريقة انه اخذ معدل البيانات 58 ما اخذ السلاري كلها واتعامل معها وانما اخذ معدلهن وتعامل مع قيمة واحدة حتى تسهل البيانات و يعني ما احتاج انه هاي بيانات تكون بعيدة او بيانات تكون العالية احتاج بيانات تكون وسيطة ما بين هذه البيانات فابسط طريقة هو حساب المعدل هاي هذا المثال راح يضل في بانه او راح لاعقل يضل في بانه لان احنا نستخدمه في الاستعادات التالية لترمين على الرغم انه ارطو على الرغم احنا ذكرنا انه المعدل اه من اكثر الطرق الشائعة لبساطة بس يبقى هو لمت امكانياته محدودة في حالة اه صارت البيانات عندي مور كومبليكيتد البيانات احتاجت او اه تتميز بصفات اكثر تعقيد من البيانات البسيطة مثلا اني لوعد احسب معدل اداء الطلاب في امتحان ما وننفض ان اخذت عينه متكونة من اربع طلاب خلنا اخذ الكالكوليتر لو عندي طلاب اربع طلاب واحد بهم امتحان واخد نتيجة اربعين والاخر زائد رح حسب المعدل والاخر اخذ خمسة واربعين واللي بعدهم اخذ خمسين او تسعة واربعين ونطالب بهم اخذ مية طبعا هذا المجموع نقسمه على العدد اربعة هيطلع لي معدل اداء الطلاب هو ثمانية وخمسين لكن هن هذه القيمة تحكس بصورة حقيقية البيانات او اداء الطلاب انا عندي اربع طلاب ثلاثة منهم جوار خمسين ثلاثة منهم واسبين واحد بهم فقط اخذ مية بالتالي النتيجة العليا اثرر على البقية النتائج هذا سبب لي مشكلة انه ثمانية وخمسين هي قيمة الريلاتف للبيانات الحقيقية لانه هناك تفاوت ما بين البيانات المجموعة بالتالي المعدل او المين ما حسب لي بصورة دقيقة اه اه معدل هذي البيانات حتى نتجاوز هذا الموضوع حتى نتجاوز هذا الموضوع اه استخدرنا للترم ترمين يعني انه انا احذف اقل بيانات واعلى بيانات واخذ بيانات الوسيطية الوسيطية ما بيناتهن واحسب لهم معدل في مثالنا لو اخذنا الخمسة واربعين مع تسعة واربعين سيكون معدل تحيوت سبعة واربعين بالتالي هي قيمة للبيانات اللي جمعناها لان هي قيمة مقاربة من الخمسة واربعين والتسعة واربعين يعني اني لازم احذف الاربعين واحذف المية واحسب فقط القيمتين الوسطية حتى حصل على قيمة او على معدل اه يعقس اداء الطلاب بصورة حقيقية او بشكل مقارب لبيانات اللي جمعتها عادة احنا ما نحذف بيانات يعني ما سولوا ترمين لبيانات اه لاكثر من اثنين بالمية لانه انا هي تشي البيانات رح تفقد مصداقيتها لازم تكون اقل قيمة واعلى قيمة وفقط لاني القيمتين مو اكثر من اثنين بالمية او مو اكثر من هاي القيمتين حتى تكون البيانات واضحة ومقاربة لحقيقة طيب لو ناخذ مفهوم اخر وهو الميديام اللي هو اكثر اه خنقول اكثر اه تعقيدا واكثر واكثر تفرع من المعدل فورس كو اسيمترك داتا بيتر مجر أو دا سنتر أو دا داتا اس دا ميديام يعني طرحنا مفهوم السيمترك والأسيمترك للبيانات السابقة المعدل ممكن نستخدم للسيمترك داتا بروبرتيز ممكن نستخدم للمعدل لكن إذا كانت البروبرتيز هاي الداتا أسيمترك يعني خصائصة متفاوتة عندي درجات طالب مرة ارتفعت بسرعة عالية مرة نخفضت مرة ثانية ارتفعت مرة ثانية كانت وسط بالتالي رسم البياني لهذه البيانات أو لهذه المعدلات تأخذ نمط مختلف فحساب المعدل مع هذه البيانات يكون غير مجدي حساب المعدل مع الاسيمترك داتا يكون غير مفيد حتى حسن أو حتى حص على بيانات أكثر وضوحا أستخدم الميديا واللي نقصد به middle value in the set of order data values يعني أنا عندي مجموعة من الدرجات أرتبها بصورة بطريقة ما وأستخرج النتيجة الوسطية تمام مجموعة الدرجات أرتبها بطريقة تصاعدي أو تنازلي أما تصاعدي أو تنازلي وأجد النتيجة أو أحدد القيمة الوسطية middle value it is the value that separated the higher half of a data set from the lower half واضحة أنه أني لو رتبت البيانات وأخذت القيمة الوسطية فهذه القيمة الوسطية تعترر حد العتبة اللي تفصل البيانات العليا من البيانات الدنيا تفصل ما بين الجزئين لكن if the n is odd والن أقصد بهم يعني الدرجات الطالب أو الproperties إذا كانت عددها فردي الشون نحسب الميديان الميديان يكون بأخذ المعدل العفوء تكون إذا كانت البيانات عدد فردي فاستخراج الميديان يكون سهل لأنه الرقم حيكون وسطي مثلا عندي خمس بيانات بالتالي قيمة الرقم الثلاثة هي تكون المعدل بينما لو عندي even يعني كانت البيانات زوجية من رقم ستة الشون أطلع القيمة الوسطية يكون بأخذ معدل القيمتين الوسطيات ست بيانات أخذ البيانات اللي تكون رقمها ثلاثة وأربعة أجمعها وأقسمها على اثنيا فتكون نتيجتهن هي نتيجتهن ميديان معدل البيانات الوسطية طبعا هذا الموضوع نقدر نطبقه مع البيانات الرقمية بس البيانات الغير الرقمية شلون؟ نحتاج أنه نجد قيمة وسطية مثلا عندي راسب مقبول جيد وجيد جدا طيب المقبول والجيد شن الوسط ما بياناتهن؟ ما أقدر أطلع أجمع وأقسم بيانات هي مو رقمية فشن أخذ يعني أقول أنه قيمة وسطية يعني تحديد الميديان يكون لفظي أنه يكون ما بين هاي العبارتين نقول أنه الميديان يكون ما بين المقبول وما بين الجيد بدون قيمة رقمية أكيد لأنه أنا ما عندي أرقام أجمع وأطرح وأقسم لأخذنا هذا المثال للبيانات اللي جمعناهم في المثال السابق رقم واحد واللي قلنا أنه نخلي ظهر في بالنا السلاري سوف نرى المثال من المثال من المثال السابق المثال السابق المثال السابق يعني هالبيانات هي مرتبة بصورة تصاعدية أنا ذكرت تصاعدية أو تنازل لما يكون مشكلة هناك أيضاً كثير من المثال أنه أنا عندي رقم عشر البيانات هي عبارة عن عشر عينة فحتى استخرج القيمة الوسطية شنو أسوي أخذ هاي العين هاي الرقمين اثنين وخمسين وستة وخمسين أجمعهم وأقسمهم بالتالي تكون اربعة وخمسين هي قيمة الميديوم لتلك البيانات نأخذ المقياس الآخر وهو المود The mode for a set of data is the value that occur most frequently in the sets يعني أنه أنا شنون أحدد شنون أحدد center of the data يكون ذلك بتحديد البيانات اللي تحدث بصورة مستمرة عندي آني مجموعة أرقام مثلا طالب بصورة ياخذ مثلا درجات ما بين الواحد والعشرة لكن بصورة مستمرة يأخذ الرقم مثلا سبعة هنقولها النسبة أخذ للرقم سبعة مقدار أربعين بالمية بالتالي أنه center of the data تكون رقم سبعة لأنه pattern أو رقم السبعة يتكرر بصورة مستمرة وهذا المود يتميز أنه أنا بالmedium يعني حددت في الmedium حددت البيانات الرقمية بصورة مباشرة مع البيانات الغير الرقمية يكون بصورة لفظية أنه أقول هذا الوسط center of the data يكون ما بين هذه الكميتين بدون أرقام في المعدل ما قدرت أحدد لأنه يتعامل مع أرقام فقط لكن في المود قدرت أحددها لأنه ما اعتمد على عمليات رياضية أنه أجمع وأقسم لا اعتمد أنه بملاحظة التكرارات لذلك تلك الأبروبرتيز أو تلك العينة بالتالي إحنا قدرنا ننفذ أو نقدرنا نجد center of the data للمود حتى لو even that even this data was qualitative or quantitative يعني كانت كميات رقم أو غير يعني كميات رقمية أو غير رقمية إحنا ممكن نستخدم المود لحساب center of the data بغض النظر عن طبيعة تلك البيانات اللي جمعناها عندي لو كانت هناك في هذا المثال لو كانت ال data set اللي جمعناهم تحتوي على مثلاً رقمين أو value يعني قيمتين تكرراً مرتياً فنسميه بايو موديل إذا كانت واحداً نسميه يونيو موديل إذا كانت اثنين نسميه بايو موديل وإذا كانت ثلاثاً نسميه ترامو موديل مثلاً أنا في مثالي السابق عندي قيمة اثنين وخمسين اتكررت مرتياً وقيمة السابعين ايضاً اتكررت مرتياً فنطلق عليها بايو موديل بصورة عامة البيانات أو ال data set اللي تحتوي على two or more modes نسميها بالموديل إذا كانت فقط بيانات غير متكررة نسميها يونيو موديل وأيضاً ما رح نقدر نحدد به الموديل لأنه ماكو بيانات متكررة بالتالي ماكدر نحددها لكن نقدر نحددها مع البيانات اللي تكون ملتي موديل يعني إنه if each data value occur only once then there is no mode ما رح نقدر نحدد الموديل لأنه ماكو تكرارات ننتقل لي أيضاً مفهوم آخر أو مقياس آخر وهو الميد رانج الميد رانج can also be used to assist the center tendency of a numeric data set أيضاً يستخدم لتحديد البيانات الوسطية للبيانات اللي تكون على شكل أرقام نمرك data set It is the average of the largest and smallest value in the set يعني هو رح يحسب معدل معدل center of data الأعلى والأقل يعني يجد يحدد القيمة الدنيا ويحدد القيمة العليا ويحسب المعدل فيما بيناتهم طبعاً طريقة حتى أستخرج أو حتى أجلب البيانات اللي تكون maximum أو اللارجست هناك في الخوارزميات أو في اللغات البرمجة كثير أو function جداً شائعة وهي get max أو max وget minimum يعني يجيب لي البيانات اللي تكون قليلة أو أقل بيانات والبيانات اللي تكون ذات أعلى قيمة ما يحتاج أنه أنا أسوي looping على هذي البيانات وأشوف وأسوي عمية مقارنة وأحدد من هو المكسيمم ومن هو المنومم لا هنالك يعني function جاهزة في الخوارزميات في جافا في بايثون مجرد ما أستدعي هاي الدالة هاي الدالة راح تعمد بصورة سريعة وتجلب لي الرقم اللي هو يكون أعلى أو الرقم يكون الأقل إذن بعد ما نجدب هاي الرقمين نقدر بصورة بسيطة نجد المحدد ما بين هاي الرقمين في مثالنا السابق كانت ثلاثين والمية وعشرة هن أقل وأعلى رقم ثلاثين أقل والمية وعشرة أعلى جمعناهم وقسمناهم على الاثنية وطلع علي سبعين وهو المدرينج لتلك البيانات ونقصد بي طبعا هاي البيان هذه الأرقام جلبناها من الأقزامبل ون أو الأقزامبل رقم واحد تقريبا هذه أهم المقاييس أو أكثر مقاييس شائعة بالستاتيستيك ميثود لقياس center of data أو center tendency للبيانات أكو أساليب أخرى لكن اختارينا اليوم في هذه المحاضرة فقط هاي الأربع مقاييس المقاييس Symmetric Vertis Co data لو نلاحظ هذا الخط البياني أو هذا الرسم البياني إنه لو كانت البيانات Symmetric أي بيانات متماثلة عمليات التزايد هنا تكون متماثلة إلا أن تصل إلى القمة ذهن معدل النقصان أيضا يكون بتناسق واحد مع معدل الزيادة فعملت النقصان تكون أيضا باتجاه واحد إلا أن تكون نتيجة صفر لو نلاحظ إنه بالSymmetric ذاته إنه المود والMedian والمين يكون متطابق يعني أنا حسب إذا كانت البيانات Symmetric بالتالي قيمة مين رح تكون نفسها قيمة الMedian ونفسها قيمة المود ما يحتاج إنه أنا أستخرج البيانات يعني أطبق بيانات المود والMedian كل ما أوعيدهن لأنه إذا استخرجت وحده فأوردي القيمتين أو المفهمين الآخرين أو المقاييسين الآخرين رح تكون نتيجتهم معلومة لكن في الحقيقة موس Real Application أغلب التطبيقات اللي تكون حقيقية بياناتها تكون asymmetric يعني بياناتها تكون منحرفة باتجاه positive أو negative بتكون البيانات لا تنسق واحد عملت الزيادة والنقصان بتكون متشابهة وإن نلاحظ إنه هنا في هذا المثال إنه الانحراف باتجاه الموجة بصائر يعني scale باتجاه positive نلاحظ إنه المود يحسب أو يكون مكانة أو موقعة قبل الميديم أي إنه قيمة أقل من الميديم والميديم أقل من المين وهكذا بينما لو كان الـ scale toward negative position يعني الانحراف بيكون باتجاه الـ negative إنه قيمة المين وقيمة الميديم تكون أقل من قيمة المود يعني الموضوع تغير هنا كان المود أقل وهنا المود هو الأعلى والمين انعكس هنا كان أعلى وهنا أصبح أقل لأنه إنحراف البيانات تغير هنا كان موجب وهنا أصبح سالب وحقيقة أغلب التطبيقات البيانات تكون اسمترك البيانات تكون متغيرة نمطقة مختلف مع الوقت قد تزداد وقد تنخفض قد تزداد وقد تنخفض تبعا للتغيرات التي تحدث ننتقل للمفهوم الآخر أو المقياس الآخر واللي هو قياس مقدار التشتت أو توزيع البيانات مفهومين أو مقياسين رح نناقشهم وهو الرينج والواحد الرينج والآخر هو يعتبر قياس مدى انتشار البيانات وتوزيعها مقياس جدا مهم في كثير من التجارب العلمية اللي بواسطها يقيمون أداءهم هل ان النتيجة انحرفت عن النتيجة نتيجة المتوقعة أم لا يقيسون هل انه نتيجة هذه التجارب اللي أجروها مقاربة للنتيجة اللي توقعوها في البداية أم لا بالتالي كل ما كانت النتيجة متقاربة كانت النتائج كانت النتائج أو ظروف سير العملية دقيقة أو أكثر صحة في حال حدث العكس لو كان الانحراف أو التشتت بعيد عن النتيجة المتوقعة تكون النتيجة أو تكون التجربة تحمل كثير من الأخطاء ناخد أول نوع وهو الرينج الرينج is the difference between the largest and the smallest المقياس أو نحدد الرينج يعني ممكن أن نجد الرينج بإيجاد الفرق ما بين أعلى قيمة وأقل قيمة ذكرنا أنه ممكن تحديد الأعلى قيمة بصورة سهلة بس يدعاء فكشن جاهزة واللي نسميها getmax خذت في البايثون وأيضا من المنموم أيضا ممكن نستدعي الفكشن الجاهزة اللي موجودة في البايثون واللي يسميها get min ونقيس الأوتبوت أو قيمة الرينج نقارنه مع النتيجة اللي عندنا في البداية ونشوف مدى التجانس ما بين هذا القيمتين الstandard derivation واللي هو هذه معادلة اللي هو واحد على m summation xi x تربيع كل ما كانت الstandard derivation قليلة نتيجة الأوتبوت لهذا الفكشن أو لهذا الفرميولة أو هذه المعادلة كل ما كانت القيمة قليلة كل ما كانت النتيجة قريبة للمعدل أو للقيمة اللي المقياس اللي حددنا فيها البداية اللي راح نقيس على أساسه مدى صحة النتائج while while a high standard derivation indicate that the data are spread out over a large range of value إنه كل ما كانت الhigh standard derivation قيمتها عالية بيانتنا أو وضع صار عندنا انطباع إنه البيانات مفتعدة بصورة كبيرة عن ال value أو عن المين عن المعدل معدل تقييم الإداء لو ناخد مثال لحساب standard derivation على أساس مثال السلري اللي موجود في الexample الأول يعني عندي عينة متكونة من 12 item أو 12 value والمعدل إحنا استخرجناه كان 58 فنحاول نشوف الحراف أو standard derivation عن المين كم يكون تطبيق هذه المعادلة 1 على 12 نفتح قوس 30 وهكذا أمور لهذه المعادلة يعني الحل الرياضي لهذه المعادلة x i ناقص x تربيع راح تطلع عند القيمة 19.47 مقدار انحراف النتيجة عن المعدل هو 19 وكل ما كان النتيجة قريبة للـ 58 كل ما كانت كانت النتيجة صحيحة أو كان الإداء صحيح كان انحراف البيانات عن المعدل قليل وكانت هذه النتيجة كبيرة تقريبا هنا نتيجة كبيرة يعني تقريبا نص القيمة بالتالي انه البيانات تنتشر أو تبتعد عن معدل القيم تقريبا هذا أهم ما موجود في المجرد الـ مقاييس الـ لحتى أقيس بواسطتهم هل ان البيانات تقاربت مع بعضهم هل البيانات متجانسة مع بعضهم أحدد ما هو التباعد والتقارب ما بين تلك البيانات باستخدام مقاييس أو مقدار الانحراف المعياري أحدد المقدار الانحراف المعياري وعلى أساسه أحكم هل البيانات متقاربة أم متباعدة ننتقل للفقرة الأخيرة في محاضرتنا وهو Listing data with data similarity and Distimilarity مقاييس مدى، التشابه والاختلاف ما بين البيانات wanted they جمعناها In data mining Applications such as Klustering Outlayer Analysis And Lead neighborhood classification هذه مجموعة من التطبيقات الموجودة في ال-data mining We need ways to assess how alike or unlike objects and in comparison to one other يعني نحتاج انه نحدد ما هو مقدار التشابه والاختلاف ما بين هذه البيانات واحد الى الاخر مثلا انا عندي super market مصنف بياناته على اساس الكلستر فنحتاج انه صاحب المال يعرف ما هو similarity ما بين ال customers مثلا عملية شراءهم الاتم اللي يشتروها بصورة متشابهة وهكذا امور واذا يحتاج يعرف ما هو similarity ما بين هذه ال properties على اساسها ممكن يبني معلومات مثلا يصنف ال customer او يضحهم في خانة معينة وامور مختلفة ممكن انه يجريها بناء على ال feedback اللي رح يحصله في حال عرف data similarity او similarity وال dissimilarity ما بين تلك ال properties السميلاراتي هو نملكم مجر او في هو الايك تو داتا اوبجكت ار مقياس ما هو مقدار التشابه ما بين تو داتا اوبجكت كلما كانت البيانات متشابهة كلما كانت نتيجة السميلاراتي عالية وعادة maximum similarity يعني اعلى قيمة للتشابه غالبا انه يكون واحد على العكس الدستميلاراتي تقيس ما هو مقدار الاختلاف ما بين تو داتا اوبجكت وكلما كانت قيمة الدستميلاراتي منخفضة او كلما كانت كان مستوى او مقدار الاختلاف ما بين البيانات او ما بين الابجكت مختلف قليل كلما كانت قيمة الدستميلاراتي منخفضة وبالتأكيد السميلاراتي يكون نتيجة اعلى اقل القيمة للدستميلاراتي غالبا وتكون zero يعني في حال كانت البيانات مختلفة مائة بين مائة تكون نتيجة او مقدار الدستميلاراتي يساوي صفر في السميلاراتي والدستميلاراتي هناك مفهومين اساسيين هو الدياتا ماتريكس والدستميلاراتي ماتريكس ننفض احنا عندنا مجموعة من الابجكت مثلا موصوفين بمجموعة من القصاص او الاتروبيوت اللي هو مثلا الاج الهاي الوي جندر وهكذا لنفرض انه او 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 اكس واحد راح نطلق عليه او نرمز بال اكس واحد عند هذه الاتروبيوت من الواحد الى البي وال الابجكت عند ايضا هذه الاتروبيوت فشنون نحسب الدا ماتريكس والدا ماتريكس اللي نقصد به او تستخدم لخزن الدا اوبجكت خزن use to store the data اوبجكت خزن بيانات الابجكت عندنا هنا مثلا هذا الصف او اول صف يمث الابجكت رقم وان يبدأ من اول بروبرتيز وينتهي باخر بروبرتيز وايضا الاخر بحيث انه المصفوفة عندي تكون n في p n عدد الابجكت الابجكت والp هو عدد الاتروبيوت يعني 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 ابعاد المصفوفة يعتمد على مقدار عدد الابجكت والاتروبيوت التابع الى الابجكت الابجكت بعدين رح نعرف كل هاي القيمة او هذا المصطلح او هذا شنو يعني السيميلارتي مثل ما ذكرت انه تساوي واحد ناقص السيميلارتي يعني اذا عرفت السيميلارتي مباشرة اقدر اناقص من الواحد فبتالي اعرف نديجة السيميلارتي فما احتاج انه اعرف شون تكون هاي المصفوفة لانه مصفوفة السيميلارتي تكون inverse او معاكسة لمصفوفة السيميلارتي ذكرنا في المحاضرة السابقة انه هناك تصاليف مختلفة على اساس صنفة الاتروبيوت ان شاء الله راح ننقيس السام او حاليا السيميلارتي والسيميلارتي للتصنيف الاول واللي صنف الاتروبيوت الى اربع تصانيف وهو nomino والordinary والbinary و هكذا nomino اتروبيوت مثل ما ذكرنا هو عبارة عن item او مجموعة تحتوي على inner items احتوي تصانيف داخلية اذن سمينا النوم الاتروبيوت بالكلاسفكيشن اتروبيوت عندي مجموعة محددة من الستيت يعني ممكن ان يحسب او يوجد بواسط هذه الفورميولا عندي الام هنا مثل number of match يعني مقدار الاتروبيوت المتطابقة ما بين الابجكت الاي والابجكت الجي بينما عندي البيم هو total number of الاتروبيوت describe the object عدد الكلية الاتروبيوت التي تصف تلك الكيانات او تلك الابجكت الام هو عدد الماتشنج عدد التوافق عدد الاتروبيوت المتشابهة بينما البي هو العدد الكلية الاتروبيوت التي تصف ذلك الابجكت مثلا نأخذ المثال التالي عندي هاي البيانات اللي جمعناها وحطناها على شكل هذا الجدول لو نتخيل او نتصور انه البيانات متكونة فقط من هاي العمودين نترك هذا العمودين ما نحسب هن نعتبر غير موجودات انا خليت الهنان لانه راح استخدم هن في امثلة تالية فحاليا راح نعتبر انه البيانات عندي متكونة من العمودين هو الابجكت ادنتفاير والتيست النومنم عندي هاي البيانات تم تخصيصها او تمييزها على انه بيانات نومنم اتروبيوت فاذا اريد اريد احسب ما بين هاي الانتتي وهاي الانتتي وهاي الانتتي شنون ذكرت انا عدت هنان هاي المصفوفة حتى يسع علي حساب هذه خلي في باننا انه هذا القطر الرئيسي يكون zero فشنون او ليش هذا القطر الرئيسي يساوي zero على اساس هاي المعادلة اللي ذكرناها واللي هي تقييس ما بين الابجكت i and object g وليساوي بي ناقص m على p واضح نانا انه العدد الاتروبيوت الكلي لهذا الانتتي هو واحد لانه هذا العمود ما يعتبر من الاتروبيوت انا ما اقدر احسبه مثلا ما اقدر اسوه summation او ميل فما رح اعتبره اتروبيوت الاتروبيوت هو مو اتروبيوت لهذه البيانات فعندي فقط هذه هي او هذا العمود هو الاتروبيوت بالتالي رقم البي هنا عندي رقم البي رح يساوي لي واحد فاني احتاج فقط اجد رقم الام عندي هاي كود الاي ب البي هي واحد ناقص الماتش يعني رقم الاتروبيوت الاي مع نفسها انا ما رح اجي اخذه مع البي اخذه مع نفسها في البداية كل اجي اخذه مع نفسه عندي اتروبيوت الاي بتشاوي اتروبيوت الاي بالتأكيد فبالتالي الام ترح تساوي واحد فعلى أساس هذه المعادلة B ناقص M رح تكون النتيجة 0 لأنه Total Number of Attribute واللي هنا يساوي P P رح يساوي له 1 والماتشنج أيضا يساوي 1 فالنتيجة تكون ساوي 0 وهذا ينطبق على هاي القيم اللي موجودة في القطب الرئيسي لو نرجع لAttribute B Attribute B رح ناخذ 2 مع 1 أي Attribute 2 مع Attribute 1 هل هي متوافقة أم لا بالتأكيد Attribute B أو كود B يختلف عن كود A فالماتشنج عندي رح يساوي لي أو الM رح تساوي لي 0 والB تساوي لي 1 فتكون 1 ناقص 0 تساوي لي 1 هنا أنا عندي يعني Attribute B مع نفسها لأنه متوافقة يعني الM تساوي لي 1 وبالتالي 1 ناقص 1 رح يساوي لي 0 لو أخذنا كود C أيضا ناخذ مع الA وناخذ مع الB كود C مع الA هي وقاء الماتشنج يعني ما متوافقة بالتالي الM رح تساوي لي 0 والB أيضا تساوي لي 1 وهو ثابت فإذا 1 ناقص 0 رح يساوي لي 1 واللي هو هاي القيمة بينما عندي أيضا C مع الB نفس القيمة C ناقص يعني P ناقص M رح تساوي لي 1 ناقص 0 وتكون النتيجة أيضا 1 نلاحظ أكو اختلاف مع كود الأي كود الأي يوافق كود يعني كود الأي في القيمة الرابعة أو في الآي دي الرابع يوافق أو يكون توافق لقيمته مع كود الأي في القيمة أو في الآي دي رقم 1 بالتالي الM رح تساوي لي 0 وعدد عفواً الM رح تساوي لي الM رح تساوي لي 1 هناك تشابه ما بين هذا القيم الM رح تساوي لي هنا 1 والB 1 فتكون 1 ناقص 1 تساوي لي 0 بينما الأي مع الB تكون 1 ناقص 0 فتساويه 1 والأي مع السي هاي لي تساوي قيمته 1 وعما يتطرح تساويه 1 فبالتالي دي السميلارتي معاه تساويه 1 فتكون مصفوفة دي السميلارتي عندنا على هذا الشكل فإذن هذي السميلارتي ماتريكس السميلارتي ماتريكس نقدر نحسبهم عن طريق طرح هاي الماتريكس من 1 يعني أنه ماتريكس السميلارتي تكون هنا الأقطاب 1 بينما هذا القيم 1 1 تكون أصفار وهذه القيمة تكون 1 لأنه السميلارتي سيواحد ناقص دي السميلارتي ننتقل للنوع الآخر أو المفهوم الآخر هو إيجاد الدي السميلارتي بين البايناري أتروبيوت ذكرنا أنه البايناري أتروبيوت هو يشابه النومنال أتروبيوت ولكن هذه البيانات تحمل فقط two state فقط حالتين هي zero والone تمتاز البيانات اللي تكون مرة positive أو مرة negative بأنها بياناري أتروبيوت ذكرنا أيضا في المحاضرة السابقة أنه البايناري أتروبيوت تكون على حارتين مرة symmetric ومرة asymmetric والsymmetric نقصد بيه أنه two state مرة تاخد zero ومرة تاخد واحد ون وهذه zero والone تكون متبادلة بينما الاسمetric two state أو البيانات بصورة دائمية بعضها يأخذ zero والبعض الآخر يأخذ ون لإيجاد the similarity في binary attribute واللي تكون symmetric نستخدم هذه المعادلة بينما لل asymmetric نستخدم هذه المعادلة خلنعرف هاي الرموز شنو معناتهم عندي في المعادلة السابقة واللي قصدنا بها أو الفرميور السابقة واللي قصدنا بها هذه الكيو تعرف أو تنشير بيه إلى the number of attributes عدد الأتروبيوت اللي تساوي واحد for both objects i and j يعني نقص i and j نقص بال state عندي two objects أو two states نحسب مقدار الأتروبيوت اللي تساوي واحد في كلاهما ونرمز بال q بينما عند الر is the number of attributes that equal one for object i but equal zero for object g إنه عدد الأتروبيوت اللي تساوي لواحد للobject i أو state i بينما تساوي صفر للobject g الاس هو عكس يعني تكون zero للobject i وتكون واحد للobject g بينما t is the number of attributes that equal zero for both object i and g عدد الأتروبيوت اللي تساوي لزيرو أو negative لكل من الobject i والobject g نأخذ هذا المثال للبيانات اللي تكون asymmetric يعني عندي عندي هذة هايبات اللي جمعناها أو هذة الdatasets هسا رح أحسب ال between asymmetric binary attributes عندي عندي ثلاث patient أو ثلاث عينات ثلاث sample ثلاث أو ثلاث entity أسماء مختلفة قلنا مرة نسميها entity مرة نسميها sample وهكذا عندي هاي الاتروبيوت اللي هو gender favor cough test one test two هاي كل الاتروبيوت وذكرنا هذا نسميه بال vector attribute وهذه الentities نخلي ذاك يعني هذا الجدول نخليه في باننا ونحسب على أساسه the similarity between jack and jim jack and jim نتيجة السمينارة هو 1 زاد 1 تقسيم 1 زاد 1 زاد 1 وحصلنا على هاي القيمة لأنه قلنا احنا r زاد s مقدار نحسب الثا positive او الاتروبيوت اللي تكون واحد عند جا كما موجود على الجم هنا عدة ناتوم يس فما أخذ هم ما أنطي قيمة هنا no هنا yes ما تفيد ني هنا positive وهنا negative بالتالي هاي القيمة أنطي واحد فصار عندي r هنا 1 والبقية هنا negative بكل هما طيب احسب الاتروبيوت اللي تكون when عند jib وما تكون zero عند jack هنا عندي yes وهنا yes ايضا ما تفيد ني هنا yes هنا no اخذ ها هنا negative هنا positive ما اخذ ها هنا positive وهنا negative هنا كل من negative ما تفيد ني بالتالي هاي القيمة جتية على اساس هذا الحساب 1 زائد 1 نحسب مقدار او عدد الاتروبيوت اللي تكون positive عند jack عن jim هنا أنا 1 yes and yes بالتالي قيمتي الكيو هنا 1 واللي اخصدنا بها هذه الكيو وعدي الر زائد s 1 زائد 1 في النتيجة هنا عندي صارت 1 زائد 1 زائد 1 تساوي point 67 عند jack and mary ايضا ها عيد هذه المعادلة العندي r زائد s تقسيم q زائد r زائد s نحسب ما بين jack and mary هنا عد ds هنا عد ds فما اخذها هنا no هنا no ايضا ما اخذها انا ارد احسب r وال s هنا بي هنا بي هم اخذها no 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 p no and no بالتالي قيمة r وقيمة positive عند jack هنا zero العدد الاتروبيوت اللي تكون positive عند jack وتكون negative عند mary zero طيب العكس هنا f هنا m yes yes no no p p no no positive negative فصار عندي واحد زائد zero jack and mary zero زائد واحد هذه القيمة نفسها تنزل جواب بالتأكيد اجي احسب عدد الاتروبيوت اللي تكون positive في كلا الانتتيز عند jack and mary هنا yes هنا yes هاي واحد وهنا yes هاي ايضا yes بالتالي قيمة لك يروح الساوي الاثنين ونجد هاي القيمة هذا يبقى عليكم jack and mary and all to have a similar disease نلاحظ انه ما بين mary and jim تكون جدا عالية بالتالي السيميلارتي ما بين اتما تكون منخفضة تقريبا 25% نتيجة ذلك انه مقدار او نسبة اصابتهم بنفس الامراض تكون نسبة ضئيلة لانه نسبة الاختلاف ما بين هاي نسبة عالية بينما عندي jack and mary نسبة الاختلاف ما بين هاي تكون منخفضة بالتالي نسبة التشابه تكون عالية فهم معرضين للاصابة بامراض متشابه علاقة اردية كل ما قلت السيميلارتي ازداد السيميلارتي ننتقل لي المقياس الاخر للنمرك أتروبيوت ولي على اساس انقيس السيميلارتي اغلب اكثر popular distance measure is echolidon distance it is used to find distance between object i and object g باستخدام هذه المعادلة انه اجد الجذر السربيعي للفرق ما بين قيمة الاتروبيوت الاولى للانتتي i نقص القيمة الاتروبيوت الاولى للانتتي j للانتتي الثاني هناك ايضا طريقة اخرى ونسميها بالمانهاتن ايضا رح نطبقها واللي هي تساوي او تشابه هذه الفرميولة بس هنا يأخذ القيمة المطلقة هنا يأخذون الجذر خنشوفهم في المثال عندي ايضا لو نفرض انه انا عندي انتتي اكس وان وانتتي اكس تو في هذا الجدول وعندي هاي الاتروبيوت الخاصة بكل انتتي ايضا اخذ مقدار واضح انه هذه البيانات هي نماريك اتروبيوت لانه كل عبارة عن ارقام فاقل ثلاثة ناقص واحد ثلاثة ناقص واحد لانه اقض قيمة الاتروبيوت الاولى لكل الانتتي انتتي وان انتتي وان ثلاثة ناقص واحد رح تكون اثنيا وعندي هنا خمسة ناقص اثنيا رح تكون ثلاثة وانتج رح تكون ثلاثة بوينت واحد وستين مقدار الديس ملارة ما بين هذه الانتتي وان وانتتي تو وهنا مثل ما تلاحظون هذا الديس ملارة بيان انه القطب الرئيسي ونملي هاي البيانات ناخد القيمة الاخرى بين الاكس ثري والاكس وان والاكس ثري والاكس تو فرح نطرح اثنين ناقص واحد زائد زيرو ناقص او اثنين ناقص خمسة قيمتهم او الديس ملارة رح تكون ثنين بوينت اربعة وعشرين بينما لو اخذنا اكس ثري واكس تو اثنين ناقص ثلاثة وزيرو ناقص خمسة والنتيجة رح تكون خمسة بوينت وين وهكذا الى ان تمتنع عندي تسيميلارتي ماتريكس ان شاء الله الى هنا انتهت محاضرتنا وايضا انتهى شابتر رقم اثنين واللي نوضح ب قصائص البيانات اللي ممكن تنقبها